وينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن الأشيق الدكتور مازن أرحب بك معنا إلى هذه النشرة هل تتفق مع ما جاء في تقرير الأمم المتحدة بأنه من المتوقع عن خفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10% هذا بالإضافة إلى عجز الموازنة سيصل إلى مستوى غير مسبوق وما هي الأسباب؟ أولا شكرا للاستضافة نعم أنا أتفق مع هذا التحليل طبعا نحن كاقتصادين حذرنا من هذا اليوم منذ أكثر من عشرة سنوات قلنا أن أسعار النفط لن تبقى على هذا المستوى ولدينا مشاكل جذرية في الهيكلية الاقتصادية العراقية لذلك علينا أن نجد حلول جذرية على الحكومة العراقية أن تملك الشجاعة الكافية لتكون صريحة مع الشعب العراقي وتقول كفى لدينا أربعة ونصف مليون موظف حكومي الولايات المتحدة الموظفين الفدراليين هناك لا يتعدد ثلاثة ملايين والعراق 10% من سكان أمريكا طبعا الحلول التي من الممكن أن تقدمها الحكومة دكتور مازن برأيك بالضبط لدي جداول من الحلول التي قدمتها إلى هذه الحكومة والحكومة السابقة والسابقة ولكن كل هذه الحلول تمنع الفساد لذلك تجد هذه الحلول لا أحد يطبقها لهذه الأسباب من الحلول أولا مزاد العملة يكلف العراق خسارة 6 مليار دولار سنويا ثانيا الحصة التموينية فيها فساد 2 مليار دولار سنويا رواتب المتقاعدين باعتراف رئيس هيئة التقاعد 106 ألاف راتب تقاعد فضائي يذهب إلى إيران شهريا رقم أربعة الفضائيين في الجيش والحشد الشعبي والبيشمرقة والأسايش والشرطة فقط السيد الرئيس الوزراء السابق قال أن من 150 ألف منتسب في الحشد الشعبي 90 ألف فضائيين رواتبهم تذهب خارج الحدود أنا جمعت كل هذه الأرقام وأصبحت النتيجة تقريبا 17.5 مليار دولار لنقول 18 مليار دولار 21 تريليون دينار ممكن اليوم الحكومة العراقية توفرها إذا استغنينا عن كل هذا الفساد والرعاية الاجتماعية فيها فساد لو تسمح لي ألا تعتقد أنه من الواجب على الحكومة العراقية دعم القطاع الخاص الكثير من المواطنين العراقيين يعملون في القطاع الخاص أكثر من قطاع الحكومة ليس كذلك؟ القطاع الخاص محارب في العراق لأن القطاع الخاص ليس فيه الفساد الموجود في الوزارات لذلك تجدين العقود الحكومية تذهب إلى شركات حكومية لأن هناك نسبة تدفع للوزير والأصحاب الشركات لذلك أنا كقطاع خاص أيضا حربت لأن لا أستطيع أن أتنافس مع الشركات الحكومية لأن طبعا أنا لا أعطي رشاوي لذلك تذهب إلى الشركات الحكومية فلذلك كقطاع خاص نطلب من الحكومة أن نقول شفونا شركهم يعني لا تتدخلون في شؤون القطاع الخاص نستطيع أن نعمل بأنفسنا بدون مساعدتكم لكنهم يدركون أن القطاع الخاص هو خطر على مصالعهم لذلك يحارب القطاع الخاص أنا أخذت هذا المبلغ 21 ترليون دينار الذي نستطيع أن نوفره اليوم من الموازنة ونوزعه على كل العوائل العراقية تصبح تقريبا 250 دولار للعائلة العراقية أو تقريبا 300 ألف دينار هذا المبلغ سوف نتخلص من البطالة أو الواطنين على العمل نتخلص من تحت خط الفقر ونتخلص من الحصة التموينية هذا حال عادل إلى كل الشعب العراقي الحل الرئيسي للوظائف في العراق هو تأسيس مجلس الأعمار وهو مجلس مستقل كأنه شركة مساهمة والذي سيوفر ملايين الوظائف لكنه سيحرم الفاسدين من العقود الحكومية لذلك لحد الآن لن يسن قانون مجلس الأعمار تحدثنا عن كثرة أعداد الموظفين الحكوميين في الدولة العراقية يرافقه الآن عجز في الموازنة ما سبب تأخرا في توزيع الرواتب ولا نعلم ما إذا كانت الأشهر المقبلة سيكون هناك نفس ما حدث من تأخير في توزيع الرواتب هناك مقترح حكومي يفيد بالإدخار تطبيق الإدخار الوظيفي لتأمير رواتب الموظفي للأشهر الثلاثة المقبلة كيف ستكون انعكاسات هذا المقترح على الموظف أولا ثانيا هل سيمرر في مجلس النواب طبعا أنا لست بموظفا حكوميا ولكن على الموظف الحكومي لماذا يدفع 30% من راتبه إلى الفاسدين اليوم توجد 350 مليار دولار سرقت 400 تريليون دينار سرقت خارج العراق لماذا لا نسترجعها؟ لماذا نأخذ من العامل البسيط 30% 100 ألف هنا 150 ألف هذه سرقة مزدوجة بالبداية سرقت 350 مليار دولار والآن يريدون أن يسرقون 30% من رواتب الموظفين هذا إسلاميا حرام أخلاقيا غير صحيح لا يمكن أن تسرق من موظف راتبه وأنت لديك 400 تريليون دينار خارج العراق لو جلبوا ربع هذا المبلغ سيكفي إلى موازنة العراق للسنتين القادمتين بالحقيقة العجز هو 55% اليوم النفط لا يدفع حتى الرواتب إذن هذه الكارثة بالأسباب السياسية لتكثير عدد الناخبين كل رئيس وزراء يدخل نصف مليون موظف كل رئيس وزراء نصف مليون موظف العراق لا يحتاج هذه الموظفين الأحزاب تحتاج إلى أصواتهم ممتنة كثيراً على حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن الأشيقر شكراً جزيلاً لك